السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم النهاردة بقى هنعمل الفيديو اللي ناس طلبتوا مني بعد الفيديو اللي فات الفيديو اللي فات كان عن أكتر العربيات ترخيصا في الموحدات الموجودة في مصر ولكن كانت عربيات سيدان المرة دي بقى معانا العربيات الاس يو في وبين العربيات دي من أكتر العربيات المطلوبة في السوق المصري بسبب الشارع بتاعتها في مصر وبسبب المطبات اللي موجودة في الشارع المصري فناس كتير جدا بتحب ترايح نفسها وتجيب عربيات اس يو في عالية عشان تبقى ماشية بروحتها ومش هميمها أي حاجة يكرا العربيات في مصر ايه أكتر العربيات تم ترخيصها في وحدات المرور في مصر خلال الشهر اللي فات معانا أول عربية واللي كانت مفاجأة بالنسبالي بالرغم من كل الكلام اللي اتقال عناها وكل الناس اللي كانت بتخوف منها اوقع تروح تشتري التوساني الجديدة لاحسان دي الفتيس بتاعها بيعمل كذا وبيعمل كذا ولو مشيت فيه في الحر الفتيس هيسيح وممكن البلاستيك بتاعها يسيح والعربية لو نفخت فيها تسيح كل الإشاعات اللي تلعت على هيوندايتوسان خلال الفترة اللي فاتت وفي الآخر خالص هي أكتر عربية محققة مبيعات في السوق المصر هيوندايتوسان 2021 الشكل الجديد باعت 1275 عربية وتم تلخصهم خلال الشهر اللي فات في السوق المصر وده طبعا الرقم أنا بالنسبة لي مش متعجب منه لأن العربية انتشرت بطريقة كبيرة في السوق المصري من فينا دلوقتي مبيمشيش في الشارع وإلى هيوندايتوسان ماليا الدنيا رقم واحد معانا النهاردة هيوندايتوسان 1275 عربية أما تاني عربية معانا النهاردة هي كياز بورتاج والناس ما سمعتش كلام الإشاعات اللي طلعت والتقوة وحد يروح يشتريها ده الشكل الجديد جاي منها خلاص كمان أسبوع مفيش الكلام ده أنا أقولك مش قبل 6-7 شهور بعد 1100 عربية خلال الشهر اللي فات في السوق المصري وبكده تكون الإسبورتاج هي العربية رقم 2 بعد التسام في مبيعات السيو وفي والعربية اللي تم ترخيصها في وحدات المرور في مصر ب1100 عربية تيجي في المركز الثالث على طول سكودا كودياك اللي بيتفرج على حمد الوفاء وعجبه العربية بتاعت حمد العربية الكبيرة السبع راكب العربية اللي لأوبشن فيها حلو فيها شاشة محترمة اللي تحس بالفخامة والشياك هي سكودا كودياك العربية دي باعة 585 عربية في السوق المصري خلال الشهر اللي فات وبكده تكون رقم 3 معانا النهاردة 3 عربية معانا النهاردة هي بجو 3008 باعة 520 عربية عربية أثبتت كفاءة في السوق المصري الناس بتروح لها وما بتروحش لل 5008 ليه؟ عشان فيه فرق سعر ما بينهم كبير واعتبر نفس العربية ونفس الإمكانيات إنما ال 5008 حاجة بأكبر شوية فالناس بتلجأ ل 3008 وتشتريها وهي عربية محترمة جدا وبتبقى رقم أربعة معانا في مبيعات الـ SUV في مصر بـ 520 عربية العربية رقم خمسة هي سيتروين سي فايف باعة 380 عربية وبكده تكون سيتروين سي فايف ابتدت تشد حلقة شوية في السوق المصري بعد ما كانت مترجعة لأن الناس كانت خايفة من موضوع الفتيس والكلام اللي تقال عليه ولكن ابتدت تبيع تاني بـ 308 عربية عربية أنا شايفها من عربية المحترمة جدا في السوق المصري العربية اللي بعد جدا النهاردة والعربية اللي أثبتت كفاءة الفترة اللي فاتت في السوق المصري وبدأت شد حلة هي تيجو سيفن العربية اللي أنا بقول عليها دايما في مراجعاتي هي سبورتاج جد غلابة تيجو سيفن عربية بتديك أداء محترم جدا وكويس جدا في كيمة سعرية كويسة جدا فيها الأولى بتبدأ من 280 ألف والفات التانية بتقريبا بـ 305 ألف عربية بتديك أداء كويس جدا أداء محترم جدا مقابل سعر كويس باعة 334 عربية في السوق المصري وتم ترخصهم خلال الشهر اللي فات في وحدهات المرور العربية اللي بعد كده جات معانا نسان قشكاي نسان قشكاي باعة 310 عربية وانا في رأيي نسان لو كانت سعارة العربية دي تسعير محترم أقلي من السعر الخزعبالي اللي هي عاملها كانت هتوصل لألف عربية في المباعد لكن نسان قشكاي لقيت نفسها انها لازم تسعر تسعير خزعبالي كده من عندها فبايعها 310 عربية بالرغم من ان عربية كويسة جدا ولكن سعرها عالي جدا أما العربية اللي جاية بعد كده هي ام جي اتش اس العربية الام جي اتش اس العربية اللي أثبت الكفاءة في السوق المصري ولكن مش كتير بيشتريها عشان السعر العالي ربعمية أو حاجة ألف فعربية ام جي صيني طب ما أنا جيب بقى الكلام بيتقال كتير في الموضوع ده فاللذلك هتلاقي العربية عاملة مبيعات 280 عربية بس بالرغم من ان هي عربية كويسة ولكن سعرها مبالغ فيه تيجي بعدها على طول اختها كبيرة شوية ام جي ار اكس 5 وعملة 271 عربية والعربية اتقال عليها كلام كتير انها مش هتيجي تاني ومش هتنزل تاني وكلام كتير اتقال بالرغم كده مرخصة 271 عربية في السوق المصري أما العربية اللي بعد كده النهاردة معنا رينو داستر العربية رينو داستر مرخصة 266 عربية رينو داستر عربية حدم كويس بسعر كويس ولكن يعيبها ان مطورها اداء ومش اللي هو او مش التصارع اللي هو اللي بتقال عليها شوية بطة بلدي ولكن شايفها عربية كويسة على قد سعرها باية 266 عربية العربية اللي جاي معنا بعد كده شيف ريلي كابتيفة شيف ريلي كابتيفة في السوق المصري بتادي تنتشر وبيع 211 عربية عربية حجمها كويس عربية عالية عن الارض جدا ممكن تكون اعلى عربية عن الارض في الفئات السعرية بتاعتها شايف عربية كويسة ولكن سعرها عالية شوية بيع 211 عربية اما العربية اللي بعد كده معانا هي سيات اتيكا بيع 199 عربية عربيك وايسة جدا اللي عن الناس بتلجأ لها لو انا مثلا نفسها جيب سكودا كودياك بس معيش فلوس تكمل فاقول لك روحها سيات اتيكا 199 عربية بيعاهم بسيات اتيكا لانها عربيك وايسة عربية محترمة وسعرها مناسب العربية اللي بعد كده بقى اللي كانت مفاجآت النهاردة هي جيتور اكس سبعين باعت 195 عربية وانا جيتور اكس سبعين تبيع 195 عربية وتبقى متقدمة عن العربية التقيلة جاية بعدها ده انجاز لتوكيل نور الدين الشريف عربية كويسة جدا سعرها محترم جدا امكانيتها كويسة جدا وانا رشحها للناس ان محتاجة عربية سيوفي بسعر كويس هي جيتور اكس سبعين العربية اللي جاية بعد كده بقى والمبيعات ابتدت تقل شوية هي ام جي زد اس باعة 188 عربية والمبيعات ابتدت تقل لعشان الناس قالت الشكل الجديد خلاص قرب فالناس ابتدت تقدى شوية في مبيعات الزد اس باعة 188 عربية بيجي بعدها البجو 5008 بقى الاخت الكبرى 3008 باعة 133 عربية في السوق المصري خلال الشهر اللي فعل بيجي بعدها قبل كروسلاند باعة 111 عربية عربيات قبل عربية كويسة جدا وناس كتير بتلجأ لها ولكن سعر بتاعها برضو عالي ونفسي يقلله من سعرها شوية تيجي بعد كده بقى بجو 2008 باعة 108 عربية العربية اللي انا شايفها كويسة لذيذة شبابية شكلها كده كويس شوية ولكن سعرها عالي شوية ولازم تقل حبة ولو قلت العربية دي ونزل سعرها سعر كويس اتوقع انها تكتسح المبيعات في العربية الاس يو وفي بعد كده تيجي العربية المعروفة الفولكس تيجوان باعة 100 عربية عربية محترمة جدا على الارض ولكن مبيعاتها قليلة عشان سعرها غالي ومش اي حد يشتريها ولكنها عربية محترمة جدا لابعد الحدود تيجي بعدها الجاك اس فور الجديدة بـ 98 عربية عربية برضو كويسة امكاناتها حلوة على قد سعرها ولكن الناس كانت بتخوف منها عشان الشكل القديم كان فيه مشاكل في الفتيس لا ترى الشكل الجديد فيه مشاكل ولا حتى الان بدون مشاكل وعربية كويسة جدا باعة 98 عربية العربية القابلة الاخيرة معانا تيجو سري باعة 95 عربية واللي كانت المفاجأة ان العربية دخل الاحلال كمان وهتنزل في الاحلال خلال الشهر الجاي لذلك اتوقع ان الببيعات بتاعتها تعدل 400 500 عربية في الشهر بسبب دخولها الاحلال اخر عربية النهاردة تم ترخيصها في وحدات المرور باقل عدد من العربية الاس يو بي هي ساة ارونا باعة 85 عربية فقط كان معانا النهاردة اكتر العربية الترخيصا في وحدات المرور بالنسبة للعربية الاس يو بي زي ما اصدقائنا الاعزاء على القناة وطلبوا مني النهاردة كانت متقدمة ومكتسحة المباعدات كلها هيوندايتو سان بالشكل الجديد ب1275 عربية العربية اللي انا شايفها من وجهة نظري عربية كنبلة لهيوندايتو مصر اختلفت كتير اوي اوي عن الازدارات اللي كان بتنزل قبل كده عربية محترمة جدا مباعتها كويسة جدا والناس ما بتلتفكش المشاكل اللي بتطلع عليها والحاجات اللي بتطلع عليها والناس تقول لها جدا توقف تصنيعها ومش توقف تصنيعها العربية بتبيع مباعد خرافية بس اتمنى من توكيل غبور ان اي مشكلة تحصل في العربية يعالجها في اصف وقت عشان العربية تفضل مكتسحة زي ما هي المباعد بتاعتها في السوق المصري كان معاكم شام جمال من قناة دوز بنزين مع شام جمال جمعنا الله وإياكم في جنة أرضاق عرض السماوات والأرض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة